اشتركوا في القناة بينما تبقى صحب عابرة على اغلب المناطق الشمالية الاخرى مع نسبة رطوبة عالية ضباب خلال صباح الباكر سيشمل سواحل الغربية المرتفعة الوسطى والشرقية يجب اخذ الحيطة والحضر الرؤية تكون ضعيفة خلال الصباح مناطق وسط الصحراء لغاية الجنوب الشرقي مرتفعة لوغار وتاسيدي واقصى الجنوب ستشهد صحب عابرة وللاشارة الرياح ستكون قوية على اغلب مناطق الجنوب الكبير مما ستعمل على النشاط الكثير من الزوابع الرملية وعليه اخذ الحيطة والحضر لكل الاخوة السائقين الرؤية تكون ضعيفة محليا الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة دون الصفر على اغلب المناطق الداخلية اربع درجات تحت الصفر بتيارة خمسة الى ست درجات بسواحل باردة ايضا بشمال الصحراء الدرجة الصفر بصورة اربع درجات بغردية بادرار كذلك بجانات ترتفع الى 12 درجة باقصى الجنوب اما خلال ظهيرة الغات الحرارة قصوات سقارب المعدل الفصلي لكن باردة بمرتفعات الوسطى والغربية 6 الى 8 درجات بالبيت بسعيدة والجلفة 10 درجات بقسنطينا 14 بتيزي وزو 15 الى 17 بسواحل باردة ايضا بالنسبة لشمال الصحراء 12 درجة فقط بغردية 14 ببشر 16 بالواد والمغير 19 درجة بانسلاح ترتفع الى 20 درجة بتندوف ترتفع اكتر اجواء حارة باقصى الجنوب تقارب 33 درجة مئوية وهذا بانجزان فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب على طول الشريطة السحيل رياح ضعيفة الى معتدلة بسواحل الغربية متغيرة الاتجاهات احيانا شمالية شرقية بسواحل الغربية وغربية تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر